موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه لك الحمد يا ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا نحمدك اللهم عدد ما خلقت ونحمدك ملء ما خلقت ونحمدك مثل ما خلقت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وعن معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته إنه أرحم الراحمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم أيها الإخوة الأكارم أيها الأخوات الكريمات الطيبات ونحن نتواصل معكم من خلال قناتكم قناة سام الراء الفضائية ومن خلال برنامجكم برنامج الرؤى والحياة نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة لسماع رؤاكم وتفسيرها وتعبيرها مستمدين العون من الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً إنه قريب مجيب حياكم الله من جديد أخواني الكرام كالمعتاد أن نتناول في الدقائق الأولى من كل حلقة بعض المفردات في مجال التفسير والتعبير حتى يحين موعد استقبال اتصالاتكم اليوم نتكلم عن مفردات هي من الجمادات التي تحيط بالإنسان فيراها في الرؤية فيتساءل عن تفسيرها ويبحث عن تعبيرها هذه الجمادات هي الحجارة ما هي دلالات الحجارة استخدام الحجارة قذف الحجارة أكل الحجارة إلى آخره هناك رؤى كثيرة يراها الإنسان تكون فيها هذه المفردة من المفردات فما هو تفسيرها بعض الأحيان تأتي الحجارة في الرؤية لتكون دلالتها على قسوة القلب دلالتها على قسوة القلب وغفلة الإنسان عن ذكر ربه سبحانه وتعالى وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون فإذا جاءت الآن في هذه الآية من سورة البقرة جاء ذكر الحجارة كقرينة على أن قلوب الناس قد تقسو حتى تصل إلى حد أشد قسوة من الحجارة لأن الحجارة منها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها ما يهبط من خشية الله إلى آخره فإذا كناية عن قسوة قلوب الناس قد يراها الإنسان في الرؤية فتدل على قسوة قلبه وبعده عن ذكر الله عز وجل وإعراضه عن طاعة ربه ومولاه سبحانه وتعالى بعض الأحيان تكون دلالتها عكسية من خلال قرائن الحال التي نستدل بها على أن هذا الإنسان من أهل الطاعة من أهل اليقظة من أهل الذكر من أهل الصبر من أهل الشكر فتكون رؤية الحجارة تدل على الذكر يعني عكس الرؤية الأولى وعلى يعني عدم الغفلة عن ذكر الله عز وجل لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يسمعون تسبيح الحصى في أيديهم يعني كانوا يحملون الحصى في أيديهم فيسمعون هذه الحصى تسبح الله وتذكر الله عز وجل لأن الله عز وجل كل شيء في هذا الوجود يسبحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وكل شيء في هذا الوجود يسجد لله لكننا لا نرى هذا السجود أو لا نفقه معنا وصورة هذا السجود بطريقة أو بكيفية يعلمها الله عز وجل فتكون الدلالة عكس ذلك أن الحجارة قد تدل على ذكر الله وعلى الخشوع عند ذكر الله وعلى اليقظة بطاعة الله عز وجل قد نرى الحجارة أننا نرمي حجارة على أناس معينين أو يرمون حجارة علينا فتكون دلالة الرؤية في هذه الحال أننا نتراشق الكلام أو نتبادل القذف أو السباب أو الشتاء معافاكم الله قد ترى إنسان يرمي عليك الحجارة فهذا يدل على أن هذا الإنسان يرميك بكلام معين قد يكون هذا الكلام موجودا فيك أو قد لا يكون موجودا فيك وهنا يتمثل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إياكم والغيبة قال الصحابة يعني وما الغيبة يا رسول الله قال ذكرك أخاك بما يكره قيل رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته فإذا رأيت نفسك في الرؤية ترمى بالحجارة أو ترمي غيرك بالحجارة فهذا دليل على أنك تتكلم في هذا الإنسان فإن كان ما تتكلم به حق وهو موجود في هذا الإنسان فهي صورة من صور الغيبة وإن لم يكن هذا الأمر موجود في هذا الإنسان فهي صورة من صور افتراء الكذب والبهتان على هذا الإنسان وقد يصل الحد بهذا رمي الحجارة على الآخرين في الرؤية أنه يدل على القذف أي قذف المحصلات المؤمنات الغافلات أو قذف المؤمنين يقول فلانا شريفة عفيفة طاهرة لكن نحن لا نبرئها من فعل كذا أو فعل كذا رأيناها تمشي مع فلان رأيناها في هذا الزمان رأيناها في ذلك المكان كأنك تصرح أو تلمح على أن هذه المرأة غير شريفة أو فلان يعني مسموعاته طيبة لكننا لا نبرئه من الزنا عليه كلام الناس يقولون كذا هذا قذف هذا قذف وهذه من المعاصر التي حرمها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بل الأمر خطير جدا أنك حين ترى أنك تقذف الحجارة على أناس أبرياء بؤساء ضعفاء فقراء مساكين تتكلم فيهم فيما ليس موجود عندهم أو تتكلم عليهم بقذف في أعراضهم أو في أنفسهم أو في أموالهم أو في سمعتهم إلى آخر ذلك فهذا أمر خطير قد يصل إلى حد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتبع عورات المسلمين فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته وقد يصل الأمر بالغيبة والنميمة وقذف الآخرين من خلال رؤية قذف الحجارة أو رمي الحجارة فتفسر الرؤية أنك تتطاول في عرض أخيك المسلم يعني تتكلم على عراض الآخرين بما لم تتيقن منه وهذا أمر خطير جدا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الربا بضع وستون بابا بضع وستون بابا الربا كله دركات من الشر هو بضع وستون بابا أدنى درجات الربا المحرم في الشريعة الإسلامية هي مثل إتيان الرجل أمه يعني هي بشاعتها وشناعتها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربا الربا يعني من أعلى درجات الربا هو استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم هو أن يستطيل الإنسان ويتكلم في أعراض الآخرين يشرق ويغرب ويذهب شمالا وجنوبا دون أن يكون عنده ورع أو أن يتق الله عز وجل أو أن يراقب الله عز وجل فيما يتكلم به عن أعراض الآخرين هذه أيضا صورة من صور تفسير الحجارة رمي الحجارة على الآخرين أو رمي الآخرين بالحجارة عليك يدل على أنك تتكلم فيهم أو أنهم يتكلمون فيك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأكثر الأمور التي تدخل الناس نار جهنم وعذاب جهنم هي الفرج واللسان فبعض الناس يتورع أن يفعل بفرجه ما هو محرم لكنه لا يتورع أبدا أن يفعل بلسانه ما هو محرم فيكذب ويغتاب وينم ويتكلم بالبهتان على الآخرين والفتن بين الآخرين إلى آخره نعم معنا الاتصال الأول يوم من معنا ألو؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا أخي أبو أحمد حياك الله الحمد لله رب العالمين حياك الله أخي الكريم اتفضل الحمد لله حصلناك اليوم الحمد لله الحمد لله رب العالمين إن شاء الله دائما يجمعنا على خير يا أخي أبو أحمد إن شاء الله يا رب تكفي الصحيح لأحسن عندي حلم دائما أخذني الله يحتضعك نعم بحيثا أعلم الصلاة فيتتني إذا أمن أقرأ قرآن بالحمام يعني برؤية أشوف نفسك الصلاة فيتتك نعم 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 تبقى أحلم الصلاة فيتتني ناس بل حلقة وصلة نعم يعني أحلم أن أقرأ قرآن بالحمام نعم نعم أخو ما تسرع بالصلاة من الصلي لا لا على كيفي على كيفي نعم نحن نحن نتوامع شمونا قصدي يعني من الصلي الصلاة بالمسجد أو بالبيت صلاتك يعني صليها بهدوء بخشوع لو تسرع بالصلاة أنا بيك بس تهجب أصلي الصلاة لأكل في المسجد وعلى كيفي الحمد لله رب العالمين خير إن شاء الله نعم أخي العزيز نعم إن شاء الله تسمع الإجابة حياك الله يا أخي أبو أحمد نعم مع الإتصال آخر الأخذ فاطمة من ميسان اتفضلي وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بالأخذ فاطمة الشيخنة الحمد لله رب العالمين حياكم الله يا مرحبا بالأخذ فاطمة تفضلي حياك الله الشيخنة قبل اسبوع عام تقريبا حلمت عود شايلة طفل طفل معرف بنيها لا أولد ما أعرفه نعم بس أخوي عراد اللي سوفلك عليها دائما اللي مؤذيني عود هو قائد وعود الدنيا مقيمة مدري ضمن مدري قيم وساحتي تحية سطرة سباق شبير يعني تقريبا طولها مدري فلدقني من السبعي من الأيسر السبابة وبس ما وجعني من الأيسر بس لدقني من السبع السبابة لآخر الأيمن بس الأيمن وجعني فأنا رأيت أن فضت إيدي هيش ووجعت السم رائفة فما خبت على وفا خبت عطا ثلاني بس أطلت الماصر لشي بس عاني ذا بيت السم من إيدي هاي الحلم الأول وشيخنا الحلم الثاني حلمت عوداني خلت ببيت ثاني مو هذا البيت بيت ثاني وعود ويايا نخلح نخلح عاليا عودا نقلها مو ما شل نقلها ويايا عودت نقالتها زراعتها بباب بيتي الثاني فقعتت الصبح يوميا نطف مكان هواسكية قعدت لقيتها مخلطة نخلوا هواية بس طفا بس صغار وما عرفت شنو هذا شكرا لك شيخنا وآسة الإطالة يا مرحبا يا مرحبا تسمعين الإجابة إن شاء الله نعم حياكم الله نعم معنا اتصال أخونا أحمد من صلاح الدين تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أخ أحمد حياك الله الحمد لله رب العالمين الله يحفظكم يا حياك الله أخي العزيز تفضل البارح قبل صلاة الفجر نعم رأيت رؤية مدري حلمة حليم ما أدري ما أدري حلمة حليم ما أدري حليم جاء أكثر كثير كامل يعني تتذكر تفاصيل الرؤية تتذكر هذا عن ملك الملوك يعني الجاني قال صحيح الملوك يعني يعني بعض المرات شوية يعني 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 على صفحة صوتك مو واضحة أخي أحمد يعني شنو اللي شفتها بالضبط بالرؤية بالرؤية قال ملك الملوك ها ملك نعم لا بيت مش داخل نعم قال أنت يا بات يعني بصراك صحيح تتبيدك بصراك 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 يعني يعني ما تذكر بعد يعني يعني هو يحثك على الالتزام بالصلاة ايه متع يعني بصراك بعض المرات يعني ما أدري شم هو الخلال اللي يخليك تعوفها الصلاة وانت بالواقع مرات تترك الصلاة أخ أحمد نعم يعني بعض الهذا يأنتيها وهذا يعني هذا الملك يعني زين أخ أحمد هذا الملك تعرف اسمه أنت بالرؤية لا لا ما أعرف اسمه بصراك يعني 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 بصراك بصراك خير إن شاء الله يا أخ أحمد تسمع الإجابة إن شاء الله يا مرحبا يا مرحبا بك يا أخي العزيز حياكم الله حياكم الله نعم معنا اتصال نعم ألو معنا اتصال ألو تفضل ألو ألو تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا من معنا إيمان من بغداد مرحبا يا أهلا أختي إيمان تفضلي نعم والله أنا عندي حلمين ايه نعم الأول حلمت أنا بالبيت نعم وبيتنا على أساس ما بيوق ووالدتي الله يرحمها متوفية نعم برها بالطرمة بعدها تشتغل ما أدري ببكر يعني بصوف ده تفتحها ده تنرشها ما أدري فأني دخلت للبيت فهاي أم البيت اللي مشتريته قلت يا يا أبا أنا ماين عاليت فكيت الباب لأنا أدري بيش واحدة قالت إيه ففتريت بي هذا البيت فشوفتها البيت اللي أخنا على أساس بايعي إلها نعم فأكو باب مقفول في تحته شوفت هال يعني البرة البيت الخارج وهاي فقالت أنا هذا البيت مسجلته بإسمي قلت لها أي ماشي رجعت على أمي قلت لها الأمي الله يرحمها قلت لها بس عني عندي سؤال يا أمي أريد أسألك شيئا وأنسا فقالت لي شن هو قلت لها ليش مام حول اللراتب التقاعدي مع الأبويا بإسميت قالت إيه عني رحت للدائرة وسويت معاملة بس ما بي أظل أشتغر بيها قلت لها زيان ماشي خلي سويلي وكان وأني أسوي شيئا قالت ماشي مام وأمي طبعا متوفية قبل أبويا مام نعم هذا أول حلم نعم الحلم الثاني أهم بأمي حلمت أنه جاي جواب نسوان ثنين رادوا مني سجادة فأني قلت لهم متريدون حجاب مالفلان أو سجادة قالوا لا أريد سجادة فأني دا قلت بالغراب مالتي ما لقيت جيت على أمي قلت لها قلت عندي سجادة دالت إيه هاي السجادات فجيت على أشياء دورت لقيت سجادات أربعة خمسة فاختاريت لهم واحدة والبيتهم إياه فخليتها بألاقي دا أطلع فمطلعت وديت الهمية شفت أخي أجي ففتح الباب وأني بدون حجاب وهذا رجعت بس السجادة حطت الهمية بالألاقي دا أطلهمية بس يعني ما وصلت الهمية نعم ها هي ماشي أخدت إيمان عفوا بالنسبة للرؤية الأولى حضرتك يعني أنتوا عدكم البيت بالواقع أكوا عدكم فكرة بيع أو مش تغلين على بيع البيت أصلا اي 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 أكوية فكرة بس يعني ما أكوا بيع لحد الآن يعني ما أحد يشتري زين هذا بالنسبة للرؤية الأولى أنه أكوا فكرة بيع بس لحد الآن ما بعتوه نعم زين أكوا مشكلة هي بقضية التحويل أو ما شاكل ذلك أصلا بالواقع لا هو بالواقع يعني البيت باسم وردي الله يرحمه وإحنا قبل فترة أول ما توفى ردنا نبيعه بس ما تفقوا على سعر ولا أحد يجي بعدها الموضوع يعني صار صمتة ماكو فالفج يعني قاعدين بيه الغالب عدم البيع يكون السبب من يمكم أنه انتم ما متفقين على فت سعر معين أو كذا لو من الشراي لا أحد يجي قليل كلش لأنه إحنا أساسا يعني ما أرضي ويعني قالين الناس معينين أنه إحنا نريد أن نبيعه وماكو مدين بقى ماشي أكوا فد يعني عمل أنت يعني جاي تشتغلين بيه بهاي الفترة أو فكرت تشتغلين بيه بس إعترضه وأحد من أهل البيت كان يكون يعني مشروع صدقة جارية أو شيء يعني تشتغله للوالدة أو للوالد وأحد من أهل البيت اعترض مثلا أو ما وافق لا ما كنتي يعني لأنه البيت أساسا يعني أنا ساكنة بي مو أقصد مو إلا البيت مو إلا البيت أختي إيمان مو شرط إلا البيت يعني أي مشروع مثلا يعني طرحته على مستوى العائلة أنت موافق علي والبقية ما وافقوا علي ممكن يكون بيه صدقة جارية أو فد أجر للوالدة ماكوش فكرة ماكوش فكرة أول ما توفت يا والدتي يعني طلعت لها يعني مطيت مبلغ وطلعت بجامع سوى لها صدقة جارية ميت براد وكتبوا عليه نعم واحدة بس أنت مو أي محافوة الأنبار هو أحنا مناكة ماشا يعني أنا مطيت مبلغ حتى ماشي استيقاله وبجامع هي تسوينا خير إن شاء الله و هي عنروحها مأجورين مأجورين إن شاء الله يخطيما ماشي الحال تسمعين إجابة نعم معنا اتصال أخونا أبو أحمد و عليكم السلام و رحمة الله يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا حياك الله أخي أبو أحمد و حيا الله أهل البصرة نعم يا مرحبا عزيزا حلمت بس طاير مالتنا و خارجية فتحت الباب لفيدور لقيت سيد يصلي صار السيد في الجادة و يصلي فمن فتحت الباب تبعه رأي كدير و لا يعني ما كمل يعني دورة ويتشو علي نعم يعني الحل مرحبا عندي نعم أسنعني أصلي أنا صلاة الليل جاعدت نعم نعم أتأخذ شوية بعدين رفعت بجيت واحد يصفق نعم نعم فجاعدت جمع رأت و راحت من تشوى صلاة الليل ها بالرؤية يعني أنت بالرؤية أخي أبو أحمد شفت واحد شنو يصفق نعم نعم زين وين شفت مكان معين يعني مثلا نعم يعني قعدت أنا بالبداية نعم ما حبيت يعني قلت بعد وقت يعني قلت صلاة لا معلوم من شفت الرؤية أنت قعدت نعم 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 سبحانه الله الله سبحانه وتعالى هي لي هذا الشخص نعم يعني أقصد اللي شفتها بالرؤية يصفد يا أبو أحمد يعني أحلام غريبة بالبيت عدي كدا شنو شنو الغريب بالبيت نعم شنو تشوفه أحلام غريبة نعم 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 مأنينتها وخشوعها فيستعجل فيها يعني كون الإنسان يا أخونا أبو أحمد يرى أنه قد فاتته الصلاة إما يكون دليل على حرصة على الصلاة ومحافظة على الصلاة فيرى هذا الأمر باستمرار لأنه حريص أن لا تفوت صلاة العصر بعد القيلولة صلاة الفجر بعد النوم صلاة مثلا الظهر أو صلاة المغرب أو العشاء بعد عمل شاق في النهار أو في الليل لحرصه قد يرى هذه الرؤية وقد تكون فيها رسالات وإشارات أن الإنسان يسعى أن يحافظ على الصلاة في وقتها وجماعة ويحافظ على طمأنينتها وخشوعها حتى يكون أجره أكبر وحظه إن شاء الله من الأجر أوفر والله تعالى أعلم كون الإنسان يرى أنه يقرأ القرآن بالحمام طبعاً هو غير مشروع كراءة القرآن بالحمام أيضاً هي فيها دلالات قد تكون فيها تذكير على أن الإنسان يهتم بقضية الطهارة يعني قبل مس المصحف الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون مع أنه القراءة بدون مس المصحف تجوز بوضوء وبدون وضوء أن تقرأ من الجوال أو أن تقرأ من المصحف دون لمسه أو أن تقرأ من شاشة اللابتوب أو من شاشة التلفزيون إلى آخره معنا اتصال أخونا مصطفى من بغداد تفضل وعليكم السلام مرحبا يا أخ مصطفى تفضل نعم تفضل نعم شنو يطلع بالبيت عفوا نص التلفزيون أخي وسمعنا من الجوال أخ مصطفى شنو يطلع لك بالبيت أنت جاتبني يطلع بالبيت شنو جني شنو يطلع بالبيت بيجني شنو يقول لك شخص يقول لك يطلع من البيت بيجني نعم نعم عندك مشكلة بالبيت أخ مصطفى أنت لا معنا بيشي جانبنا بي يعني ها جايتبنون به سب مرحلة البناء ماشي الحال أكو قصد عدكم كان مشكلة مثلا على الأرض مع أحد من المجاورين مع أحد من الأقارب مع أحد من المالكين هذه الأرض يعني مو مشكلوية شخص محدد يعني ماشي خير إن شاء الله أستاذ مصطفى تسمع الإجابة إن شاء الله خير خير إن شاء الله حياة الله نعم أخوانا الكرام بالنسبة لأبو أحمد أيضا كنا قضية قراءة القرآن يعني في الحمام يعني هي إشارة أن هذا الحمام مثلا في الغارب قد يكون يعني تعتريه بعض النجاسات أجلكم الله فالكراءة فيه يعني غير مشروعة غير مشروعة كراءة القرآن فيه يعني ربما هي تذكير أن الإنسان يسعى أن يكون طاهرا في نفسه في جسده في ثوبه حين يصلي لله عز وجل أو حين يقرأ القرآن وقد تكون يعني هذه القضية تذكير بالطهارة الحسية أو تذكير بالطهارة المعنوية والله تعالى أعلم كان معنا الأخة فاطمة من بيسان تقول قبل أسبوع رأيت في الرؤية أني أحمل طفلا لكن لا أتذكر أن هذا الطفل يعني ذكر أو أنثى وأخوها كان موجود بالرؤية الذي يعني هي أصلا بينها وبينه شيء من الخصومة أو الشحناء أو أنه يؤذيها أو يظلمها في نفسها بعض الأحيان فرأت حية صفراء حاولت أن تلدغها من أصبعها السبابة اليسرى فلم تستطع ثم لدغتها من اليمنى تقول ثم حركت يدها هكذا فأزاحت السم عن يدها في الرؤية تقول لم أكن خائفة على نفسي وكنت مطمئنة لكنني كنت أخشى أو أخاف على طفلي الذي كان بين يدي نقول يا أخوة فاطمة والله تعالى أعلم الرؤية فيها إن شاء الله بشارة خير لك لأن الله عز وجل قال عن الأولاد قال فبشرناه بإسحاقة ومن وراء إسحاقة يعقوب وقال عن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا فما دام يعني جنس الولد في الرؤية لم يكن محددا فإن شاء الله هي بشارة خير والله تعالى أعلم في حقك في نفس الوقت قد تكون هناك بعض العقبات بعض المكدرات أو المنغصات من أعداء سواء كانوا من شياطين الإنس أو شياطين الجن لأن الحياة هنا تعبر عن عدو خصوصا الصفراء في هذه الرؤية تدل على عدو ربما من أهل الحقدي أو من أهل الضغينة أو من أهل الحسد لكن مادام لم يؤذيك سمها فإن شاء الله الله عز وجل يحفظك ويكفيك شرها والله تعالى أعلم الرؤية الثانية التي ذكرت فيها الأخوة فاطمة أنها كانت أيضا رأت رؤية أنها عندها نخلة وكانت هذه النخلة معها في البيت ثم انتقلت إلى بيت آخر فنقلت معها النخلة وكانت تهتم بها وتسقيها ويعني ترعاها ثم وجدت هذه النخلة بعد يوم يعني ذهبت إليها فوجدتها قد يعني أنبتت فسائل صغيرة يعني نخل صغير حولها فنقول يا أخوة فاطمة والله تعالى أعلم هذه النخلة هي تعبر عن عمل الإنسان عن العمل الصالح بسرعة عامة أو عن الذكر بشكل خاص الله عز وجل الذكر قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أيضا يعني نخيل الجنة تغرس بالذكر يعني إذا قال إنسان سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أيضا هذه من ضمن يعني هذه التسابيح تكون هي غراس الجنة غراس الجنة من قال أيضا مثلا التسابيح وأذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكرها يغرس له نخل في الجنة وأيضا النخل يكون هو عبارة يعبر عن الزرع والزرع يعبر عن عمل الإنسان لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة فكلما عملنا من العمال الصالحة أكثر كلما زرعنا في دنيانا ما نجني ثماره في أخرانا والدليل على ذلك القرينة أنك نقلت النخلة من دار إلى دار فإن شاء الله هي دليل على أن هناك أعمال صالحة تعملينها في دنياك يعني تجدين أجرها وثوابها في أخراك ومن بينها الصبر على المصائب التي أنت تعيشينها وحيدة فريدة غريبة بعيدة بدون أب بدون أم بدون أخوة بدون أخوات مريضة دون معيل نسأل الله عز وجل أن يعظم لك الأجر وأن يحط عنك كل خطيئة ووزر وهي رؤية طيبة والله تعالى أعلم يأخذنا فاطمة من ميسان كان معنا الأخ أحمد من صلاح الدين يقول يعني أنه رأى قبل الفجر كأنه يعني أتاه ملك أو ملك على اعتبار أنه ملك هو من ملوك الدنيا والملك هو من ملائكة الله عز وجل وكل واحد من الاثنين له ضوابط في قضية رؤيته في الرؤية من عدم ذلك يعني هناك قراءة تعتمد حتى نعلم هل هذا هو ملك أو هل هذا ملك أو هل هذا إنسان عادي المهم يقول رأيت شخص يعني بملابس بيضاء جاء له وقال له أنت ملتزم بالصلاة لكنك تترك بعض الأوقات يقول أنا فعلا في الواقع أترك بعض الأوقات نقول يا أخونا أحمد الرؤية فيها تذكير لك سواء كان ملكا أو ملكا أو رجلا عاديا ما دام يعني هيئته حسنة بملابس حسنة بصورة حسنة ويذكرك قد يكون هذا الرجل الذي رأيته بهذه الصورة الحسنة يعبر عن عملك يعبر عن عملك وارد أن نرى في الرؤية إنسان بصورة حسنة يعبر عن عمل الصالح نرى إنسان مثلا متعب منهك القوى لا يستطيع أن يقدم لنا خيرا ولا أن يدفع عنا ظرا قد يعبر عن عملنا الصالح الضعيف وقد نراه بصورة قبيحة فيعبر عن عملنا السيء كما ذكر في إحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يرى في قبره مثلا يعني رجل بهيئة كذا وكذا كما ورد في الحاديث فيسأله من أنت قال أنا عملك الصالح لآخر يسأله من أنت قال أنا عملك السيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام المهم هو تذكير لك يا أخون أحمد أن تحافظ على صلاتك وخصوصا الصلاة الوسطى التي قد تكون الفجر أو تكون العصر الله عز وجل قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بعض المفسرين قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأنها مظنة الغفلة الناس بعد تعب من العمل بالنهار حتى تقترب القيلولة في فترة نوم وراحة فقد يتأخرون عن صلاة العصر كذلك صلاة الفجر الناس أيضا منشغلين يعني يغطون في نوم عميق فتأتي صلاة الفجر بعض الناس أيضا يقصر فيها فالصلاة الوسطى بعض المفسرين قال هي صلاة العصر وبعض الآخر قال هي صلاة الفجر وعلى العموم رب العالمين أمرنا بالمحافظة على كل الصلوات فيا أخونا أحمد يعني حتى الآيات التي جاء فيها وعيد أكيد وشديد لتارك الصلاة ليست كلها مقصود فيها وتارك الصلاة بالكلية الله عز وجل قال فويلوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وكونهم ساهون عن الصلاة لا يعني أنهم تركوا الصلاة بالكلية وقول الله عز وجل فخلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا هذا لا يعني أنهم تركوا الصلوات بالكلية ولكن يعني أنهم في غفلة عن صلواتهم من خلال التقصير والتأخير و دائماً التقصير في الصلوات مظنة الوقوع في الشهوات و التقصير في الصلوات مظنة الوقوع في الشهوات و الوقوع في الشهوات مظنة الوقوع في الهلكات في الآخرة فخلف من بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّة الآية الكريمة كما في سورة مريم إذن هو تذكير لك يا أخونا أحمد بالمحافظة على صلاتك بصورة عامة وعلى صلاة الفجر والعصر بشكل خاص والله أعلم الأخة إمام بغداد تقول أنها رأت في الرؤية كأنهم يعرضوا البيت للبيع فجاءت إمرأة لتشتري هذا البيت وكانت أمها تجلس في واجهة البيت تعمل عملا ربما كانت تعمل بالصوف أو نحوه ثم جاءت المرأة فكانت تفتح لها الأبواب وتريها البيت لغرض الشراء وأخبرتها هذه المرأة أنها قد سجلت هذا البيت بإسمها وثم تقول أنها رأت أمها وكانت تقول لها كنت أتمنى أن أسألك بخصوص الراتب الوالد لماذا لم تحوليه باسمك علما أن الوالدة ماتت قبل والدها فتقول لها أنا قد فعل ذلك لكن لا أستطيع إكمال المعاملة وإجراء الوكالة فقلت لها يعني ممكن أن تصنعي ليوكالة أو تكتب ليوكالة باسمي فأنا أكمل ذلك أقول يا أختيمان والله تعالى أعلم يعني هي الرؤية الأولى في الغالب يعني هي إشاراتها على حدث نفس يعني هي ليست رؤية معتمدة أو معتبرة تفسر لأنها في الغالب هي تعبر عن واقع حال أنتم تعيشونه الكل منكم يفكر ببيع البيت لأن فيه عائدات عبارة عن تلك تقسم على الورثة فممكن أن نرى شيء بهذا الخصوص لكن على العموم كون الوالدة في واجهة البيت وتعمل هو تذكير لكم والله تعالى أعلم بالوالدة وأن لا تنسوها من دعائكم واستغفاركم وصدقاتكم لأن عملها بالصوف يدل على سعي الإنسان وعلى عمل الإنسان وربما كان لها جهد في هذا البيت هي والوالد رحمه الله الله عز وجل قال ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة كانت امرأة مجنونة في الجاهلية تعمل بالصوف تغزل الغزل وبعد أن تتمه فيصبح نسيجا متكاملا ينتفع منه الإنسان تبدأ بنقضه خيطا خيطا فالعمل بالصوف قد يكون عبارة عن ماذا عن عمل الإنسان وسعي الإنسان وربما عمل الصالح لكن نقض الصوف يدل على أن هذا الإنسان يعمل أعمالا لكنه ينقضها إما من خلال الرياء أو الشرك أو من خلال ذنوب تكون سببا في إحباط عمله لكن هذا لم يكن في الرؤية يأخذنا فاطمة رؤية الوالدة تدل على أنها إن شاء الله يعني تسعى أن يكون لها عمل ينفعها فهو تذكير لكم بحالها ما توقى من الرؤية والله تعالى أعلم هو في الغالب عبارة عن حديث نفس يعني لا يعتمد في التفسير والله أعلم الرؤية الثانية أن هؤلاء النساء جاءوا يبحثون عن سجادة للصلاة فبحثت أنت فلم تجدين سجادة ثم ذهبت إلى الوالدة رحمه الله فطلبت منها سجادة فأخذت السجادة لتعطينها لهم السجادة يعني هي تدل على مكان السجود أو هي قطعة القماش التي تعتمد فنصلي عليها كما هو الحال بالنسبة للمسجد الذي نصلي فيه في المنطق أو في الحي أو المصلى الذي نعده للصلاة في داخل البيت أو مكان الصلاة أو قطعة القماش أو السجادة التي نسجد عليها لله عز وجل كونهم طلبوها فوجدت ذلك عند الوالدة أيضا فيه إشارة فيه إشارة أولا أنه أقرب ما يقربنا إلى الله عز وجل هو السجود فالله عز وجل قال فاسجد واقترب أقرب ما يقربنا من تحقيق الأمنيات وإجابة الدعوات هو السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء أيضا أقرب ما يقربنا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجواره في الجنة هو السجود لذلك الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود وهو في نفس الوقت أيضا تذكير لكم إن شاء الله بثمرة عملك يا أختنا فاطمة أنك جعلت لها صدقة جارية في مسجد فإن شاء الله يأتيها أجرها وإذا أردتم أن تصنعون أعمال صالحة وصدقات جارية مستقبلية لكم أو للوالدة أو للوالد رحمهم الله فأفضل ما تصنعونه هو الصدقات الجارية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدما قطع عمله إلا من ثلاث فذكر منها صلى الله عليه وسلم صدقة جارية والله تعالى أعلم كان معنا اتصال أيضا من الأخ أبو أحمد من البصرة يقول أنه رأى رؤية أنه فتح الباب فرأى إنسانا يصلي وراء الباب فقبل أن يكمل صلاته التفت إلى الأخ أبو أحمد من خلال الباب اللي هو خارج البيت يعني يا أخونا أبو أحمد يعني هذه الرؤية إن كان فيها تذكير بشيء فهي تذكير لك بالمحافظة على الصلاة وأنت إن شاء الله يعني من أهل الصلاة رب العالمين أمرنا بالمحافظة على الصلاة قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال في متح أنبيائه وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة فإذا نحافظ على الصلاة ونسعى أن نأمر أهلنا أن يحافظوا عليها لأن أعظم ما يربطنا بالله عز وجل في هذه الحياة هو الصلاة فمن استقامت صلاة استقامت حياته ومن كان سعيدا في صلاته كان سعيدا في حياته وكان سعيدا في آخرته ومن كان شقيا في صلاته غافلا عنها معرضا عنها مضيعا لها كان ذلك علامة الشقاء في الدنيا والآخرة والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى فإذن هي تذكير لك بالمحافظة على الصلاة والاستمرار عليها وأنت إن شاء الله من أهل الصلاة وأيضا تذكير لك أن لا يشغلك عنها شاغل هذا الرجل كان يصلي لكن حين فتحت الباب أنت التفت إليك وترك الصلاة إذن هو ليس من أهل المحافظة على الصلاة ربما هو من أهل الغفل عنها يعني أنت حين تكبر تقول الله أكبر يعني دعاء الاستفتاح ماذا تقول؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أنت وجهت وجهك لله الله عز وجل أيضا يقبل إليك بوجهه فإذا أكثرت من الالتفات بالصلاة أعرض الله عنك أعرض الله عنك فهي تذكير لك يا أخونا أبو أحمد أن تحافظ على الصلاة ولا يشغلك عنها شاغل لا حسي ولا معنى ولأن هذا الإنسان الذي رأيته في الصور كان يصلي لكن حينما فتحت الباب أنت التفت وترك الصلاة إذن هذا الدليل على أنه من أهل الله ومن أهل الغفلة ومن أهل الإعراض عن ذكر الله وأنت إن شاء الله لست من أهل ذلك أنت إن شاء الله من أهل الصلاة ومن المحافظين عليها أيضا يقول أنه أخونا أبو أحمد يعني هو يحب صلاة الليل ويعني كأنه استيقظ للصلاة فظن أنه بقي وقت لصلاة الليل ثم بعد ذلك سمع صوتا كأنه صوت تصفيق عند شجرة البيت فانتبه لذلك وإذا بوقت الصلاة قد حصل فقام وصلى يعني هذه أسباب قد تكون عارضة يا أخونا أبو أحمد يعني قد تكون قضية عارضة أن إنسانا صفق أو أن إنسانا أحدث صوتا معينا أو طائر معين أو أجلكم الله حيوان معين لكن أصبح سببا في إيقاظك لكن بما أنه الهم الغالب يعني في عقلك والتفكير الغالب عليك أنك تستيقظ لصلاة الليل تستيقظ بإذن الله عز وجل يعني حتى بدون الساعة بعض الإنسانا بعض الحالات يعني توقت المنبه على صلاة الفجر أو على صلاة القيام لكن تستيقظ قبل ذلك أو أثناء ذلك لا تستيقظ على صوت المنبه وإنما يعني هذا الوقت أنت بدأت تستيقظ فيه كل يوم من الذي يوقذك الله عز وجل يهيئ لك من ملائكته من يوقذك لأنه الشيطان هو الذي يعقد على قافية الإنسان الملائكة يكونون سببا يعني في توفيق العبدي على الطاعة بإذن الله عز وجل الشيطان على عكس ذلك إذا نام أحدنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على ناصيته ثلاثة عقد فإن استيقظ فذكر الله حلت عقده إذا قام فتوضع حلت العقدة الثانية إذا صلى حلت العقدة الثالثة فيستيقظ يعني نشيط أما إذا نام والشيطان يقول له أرقد أرقد وراءك ليل طويل يستيقظ خبيثا نفسي كسلان قد بال الشيطان في أذنيه كما ذكر في إحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الشياطين يعني توسوس لنا وتحول بيننا وبين فعل الطاعة الله عز وجل يهيئ لنا من الأسباب ما يكون سببا في استيقاظنا على الطاعة وفي الغالب قيام الليل لا يطيقه أي إنسان من أطاع الله في النهار أوقفه الله بين يديه في الليل أحد الصالحين كانت عنده جارية عبدة سمعها في الليل تدعو تقول اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي وأن ترحمني قال يا هذه لا تتألي ولا تتمنى على الله عز وجل قولي اللهم إني أسألك بحبي لك أنت تعلمين أنك تحبين الله لكن كيف عرفت أن الله يحبك تقول إن اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي وأن ترحمني قالت يا هذا لو لم يكن يحبني الله عز وجل لما أيقظني وأنت وأمثالك رقود كما أيقظني لصلاة القيام وأنت وأمثالك رقود فإذا هي توفيق من الله عز وجل أنك إذا أطعته في النهار أقامك بين يديه في الليل وإذا أثقلت من الذنوب والمعاصر في النهار فربما لا تستيقظ لا لصلاة القيام ولا حتى لصلاة الفجر كان معنا أخونا أبو أحمد أيضا ذكر أنه يرى أحلام غريبة بكثرة من ضمنها الحيات في البيت طبعا حيات كثيرة حتى في إحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هناك أبواب خاصة تسمى باب ذكر الحيات من ضمنها سواكن البيوت من ضمنها الحية السوداء أو الصفراء أو غيرها تذكر في إحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في التفسير والتعبير أيضا حية عن أخرى تختلف لكن في كثير من الأحيان الحيات تدل على ماذا؟ تدل على العدو والإنسان لا يخلو من عدو يعاديه سواء كان النفس أو كان الهوى أو الدنيا أو الشيطان شياطين الإنس أو شياطين الجن لكن يستعين بالله عز وجل عليهم ويتوكل على الله فالله يكفيه شرهم والله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الشيطان يوسوس لنا فعل المعاصي والمنكرات والوقوع في الموبقات والمهلكات لكن إذا ذكرنا الله عز وجل وتحصنا بطاعة الله عز وجل يخلص فيصبح دوره ضعيفا أو يتلاشى كان معنا الأخ مصطفى من بغداد يقول رأيت يعني هو هم يبنون بيتا فسمع منادي ننادي عليه في الرؤية أنه أخرج من هذا البيت لأنه فيه جن أو فيه جني نقول يا أخونا مصطفى هذا قد يكون من تحزين الشيطان لأن هذه الكوابيس والإحلام المخيفة التي يراها الإنسان قد تكون من تحزين الشيطان له أو يحاول أن يحول بينك وبين إكمالك لهذا البناء لكن مع ذلك أنا أذكرك يا أخ مصطفى قدر الإمكان راجع حساباتك أن لا يكون هذا البيت من أرض مغتصبة الكثير من الناس تجاوزوا على المال العام والمال الخاص واغتصبوا أراضي وبنوا عليها بيوت يأكلون في هذه البيوت ويشربون في هذه البيوت وينامون في هذه البيوت ويصنعون الولائم ويدعون الناس عليها في هذه البيوت لكن هذه أرض مغتصبة يعني أصبحت سيئة جارية على صاحب هذا البيت وفي نفس الوقت يعني عند الفقهة أنه لا تصح الصلاة على هذه الأرض المغتصبة ثم هذه فيها حقوق ربما لعشرات الناس أو مئات أو آلاف كلهم يدعون على من اغتصبها فالإنسان لا يطق ذلك ما دام عنده إمكاني يأخذ أرض يعني مشروعة ويشتريها شراء شرعي أيضا ثم يعمر عليها بيتا الأمر الآخر أن لا يكون فيها قدر الإمكان حق لأحد يعني حتى لم تكن مغتصبة كانت هناك خلاف على حدودها مع المجاورين أو فيها حق لورثة أو فيها حق لأقارب أو أرحام حاول أن تحسم كل هذه الملفات ثم تبني على الأرض واطمئن أنا أقول لك هذه في الغالب والله تعالى أعلم هي كابوس أو من تحزين الشيطان لا تعتمد يعني في التفسير لكن للأطمئنان حاول أن تنهي كل الملفات المتعلقة بهذه الأرض ثم تبني عليها وتتوكل على الله وإن شاء الله يكون بيت طاعة وبيت إيمان بيت يذكر فيه الله وبيت يقرأ فيه القرآن وبيت تقام فيه الصلاة يا أخونا مصطفى بن بغداد والله تعالى أعلم وأحكم لا أذن بقي عندنا وقت أو اتصالات أخرى نعم أخوانا الكرام بهذا نكون قد أجبنا على الرؤى التي وردتنا في هذا اليوم نسأل الله أن يجعل ما رأيتم خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه يعني نتم ما بدأنا به في المقدمة في الدقيقتين المتبقية قلنا أن الحجارة تأتي في الرؤية تدل على قسرة القلب أو على لين القلب تأتي لتدل على تراشق الكلام وتبادل القذف والغيب والنميمة وغيرها أيضا تأتي لتدل على أن إنسان قد يضرب حدا يعني أنه ارتكب معصية معينة تستوجب حد كما هو الحال بالنسبة للزاني أو بالنسبة للسارق أو غيرهما تقام عليهم حدود لكن أقرب شيء من الحدود برؤية الحجارة هو الزاني المحصن والله تعالى أعلم وهناك لها دلالات أخرى كثيرة سلبية أو إيجابية فيها خير أو فيها شر نعوذ بالله من الشر نستطيع أن نتكلم عنها إن شاء الله في حلقات قادمة حتى يحين ذلك الموعد إن شاء الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة